قال رحمه الله قد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر الطير ويتمدح بتركه يعني ينكر الطير يعني التطير نعم حسن الله عليكم قال شاعر منهم الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال لأنه يدعي هؤلاء أنه من خلال الزجر والطير والكهانة معرفة الغيب يعني المستقبل الآن لما يتطير كأنه عرف الآن الغيب الذي أمامه أنه لو ذهب لهلك أو لو دخل في تجارة لا خسر أو لو دخل في العلاج لما شفي أو نحوي ذلك هذا يعني استظهار للغيب بزعمهم من خلال الطير الذي رأى فدون الغيب أقفال أمر الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو نام قال رحمه الله وقال آخر لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه نعم هذا شاعر جاهلي هذا شاعر جاهلي ويفتخر ويمدح نفسه بأنه بعيد عن هذه الأمور وأنه ليست فيها شيء أو ليست بشيء مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا الزاجرات الطير ما الله صانعه نعم